العذراء حبايبي بنات العذراء اللي كتير أنا بحترمهم بحترم صبرهم وطموحهم اللي ما إلو حدود صحيح بنات العذراء بيني وبينكم بس ما تقولوا لحدا صحيح إنهم كتير يعني خلينا نقول بيعطوا فكرة خاطئة أو مش مية بالمية عن حالهم وهم قاصدين هذا الإشي يعني بتلاقيهم من بتلاقيهم من الناس اللي جواتهم غير براتهم وهذا الشي مش عب بلاكس بنت العذراء وشاب العذراء بيوهموا أو بيحاولوا يوهموا اللي حواليهم إنهم كتير أقوية مهما كانت الصعوبات عندهم فهم ببينوا إنهم كتير أوكي والأمور تمام ليش لأنهم في ذاتهم في داخلهم إنه كل الأمور لها حل ويعني كل إشي مش منيح بيلحقوا إشي منيح فهذا أحلى شي في برج العذراء بنات برج العذراء مختلفين شوي عن شباب العذراء الشباب كتير خلينا نقول مش روتينيين لا بس بحبوا الاستقرار بشكل عام على جميع الأصيدة بيحبوا الروتين بنات العذراء لا بتلاقيهم شوي شو بد أقول يعني مش مجنونة بنت العذراء بس بتحب أحيانا هيك يتنجن بكل دلعب كل حلاوة وهذا اللي بيحب الشباب في بنت برج العذراء طبعا هنحكي عن الفترة الماضية والثلاث أشهر الجايين فيارب إنه تزبط هاي القراءة معاكم كلكم حبايبي برج العذراء اللي قلوبهم كتير كتير طيبة وهم كتير راب من القلب صديقاتي برج العذراء وكمان من الشباب من الناس اللي أنا أحيانا بلتهي لأنه في عندي كتير بيكون شغل وأمور بدي أخلصها فبلتهي ما بلاقي إلا هم يعني عم بيرنوا عم لا بسبوا كمان يعني إنه ليه ما عم تسأل عنا ليه ما فكتير طيبين وكتير يعني صادقين في صداقاتهم بتكون طويلة الأمد صداقاتهم وعلاقاتهم العاطفية هذا أحلى شيء أنا بحبه في برج العذراء وعمليا كتير ناجح وكتير بكافح حتى لو بلش من الصفر ووصل للعشرة عادي جدا إذا خسر عادي جدا وفي كل لياقة وبكل حياة بكل يعني شو بحكوها بكل روح رياضية ممكن يعيدوا من الأول وعادي والأمور تمام عندهم وهاي سبب قوتهم وصلابتهم بالفترة الماضية تشاؤم كامل من العلاقات العاطفية من الناس اللي يعني من أقل الناس اللي صار في عندهم انفصال أو حتى في الحياة بيصير عندهم انفصال اللي هو طلاق لو كان في زواج الناس المتزوجين هم العذراء لأنه ما بيحبوا يتخلوا بسهولة حتى لو كان الطرف الآخر هو سيء فهم بيظلهم مستحملينه بيظلهم مع انه كذا فرصة بيلاقوا حواليهم يعني هم من الناس الجذبين جدا برج العذراء الأنيقين بفكرهم في مظهرهم وجوهرهم هم برج العذراء من أحلى الأبراج لكن أحيانا اللي بيصير انه من كتر حبهم في الطرف الآخر والتضحيات اللي بيصير بيصير انه الطرف الآخر بتملكهم فخلص بيكون عندهم تحصيل حاصل انه برج العذراء خلص ما حيتخلى عني وهذا الاشي يا جماعة العذراء بتكم تحاول تغيروه فيكم طبعا ما بقول عن الكل لكن خلينا احكي ستين سبعين بالمئة منهم وحتى الناس اللي حوالي يعني بتنطبق عليهم هاي الامور تماما عندي صديقة برج العذراء يعني زوجها ابدا مو منيح معاها عم بتروح على شغلها هو ترك شغله عم تصرف عليه هذا الشي مش عيب ابدا انا ما عم بقول انه ما نوقف مع الطرف الثاني لكن هو سيء اساسا معاها وهو عم يعمل علاقات تانية مع بنات تانين خارج هذا الزواج لكن هي بتعرف وبتظلها بتهدستمر بهذا الموضوع فانا دائما يعني ضدها في هذا الشي ودايما بنبهها وبحكي لها النصائح اللي يعني من قلبي والله بتكون طالعة برج العذراء بدك توقف تضحيات علشان تبلج حياتك حياتك حظك حلو كتير 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 فترة الجاي في فرص كتير ما ترجع للقديم القديم كتير سيء بالنسبة الى قومة من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون متواجدة في شخص هو الشخص اللي كان معك لذلك اذا لسه ما بعدت عنه انا بنصحك تبعد عن هذا الشخص لانه بمثابة سم في حياتك حتى في شغلك عم يتدخل عفكرون هاي العلاقة السيئة الطاقة السلبية اثرت حتى مش بس بالعاطفة هو اثر عليك في عملك وانت من الناس اللي عندك العمل number two طبعا على حساب انه العاطفة number one عند العذراء لانه من الناس اللي كتير روانسيين وكتير وبيحبوا حالة الحب نفسها يعني برج العذراء حتى لو ما كان عنده حبيب هو بحب يحسس حاله او بحب حالة الحب نفسها لذلك حتى لو ضحوا كرمال هذا الشخص احيانا بيكون مش حبا فيه مش لانهم مش قادرين يعيشوا بلا لا بس لانهم هم ناس كتير طيبين ورومانسيين وبيحبوا حالة الحب ما بحبوا يطلعوا منها ما بحبوا يكونوا لحالهم على الصعيد العاطفي بحب دائما انه يتدلع هيك برج العذراء ويدلع وشاطرين يعني هم اكتر ناس شاطرين في الحب او اعطاء الحب للطرف الثاني نصيحتك كمان مرة بقولها بقولها لكم انه اتخففوا شوي حلوة تضحية كرمال الطرف الاخر كتير حلو لكن هذا الاشي لازم انت كمان تاخد تضحية وانت لازم كمان تاخد حب واهتمام وقوله الا الخيانة يا جماعة الخير بنت العذراء ما تضلك مع شخص يخونك كتير تكررت معاي بالقراءات الخاصة يلي هم يبعتولي انه بقوله لأ انا بدي اضلي معه طب ليش انتك تضلي معه انت في فرص كتير بالفترة الجاي في كتير فرص وسعادة اذا انت تركتي هذا الشخص شوفوا هده البطاقتين فوق بعض شرط يعني شرط اذا تركتي هذا الشخص انت في سعادة كبيرة بالفترة الجاي لانه حتلاقي شخص بناسبك تماما وبقدر الحب اللي انت عم تعطيه فلذلك انا بقولك ارتاحي وريحي امورك في شخص عم براقبك من البعيد لكن هو حاسس انه في بحياتك شخص انا عم بقوله العزاب في شخص بحياتك لذلك هو مباحث شوي هاي الفترة لكن بمجرد انه يلاقيك انت وحيدة او خلص بدون علاقات يتقدم لك هذا الشخص وعلى فكرة قلبه كتير صافي ويمكن يكون غني ممكن يكون غني لدرجة كبيرة عفكرة وهذا الشي حلو كمان ان شاء الله تعني وقلبه صافي فشو بدك احلى من هيك هذا بالنسبة للعاطفة بالنسبة للعمل نجاحات كبيرة بالنسبة للعمل وفي حلم او في فكرة مشروع كذا كنت كتير حابة انك تعمليه وعم بتأخر انا دائما بحكي للبنات بس يا شباب ما تزعلوا مني لانه اغلب القراءات الخاصة بنات بتكون عندي فمتعودة انه احكي بصغة انه للبنات بس انا اصطيه للشاب والبنات من جرج العذراء طبعا في كان عندك برج العذراء في كان عندك فكرة مشروع نواة بس انت واقف يعني بدك تقدم خطوة لا بدي اتراجع انا بقولك اقدم على هاي الخطوة لانه حتكون ناجحة عطا لك اه ومنحة لك مية بالمية اوحا يعني هتكون فى مكان هتلاقي حالك فى مكان تاني في وفرة مالية كبيرة مبينة بالأوراق لذلك بلش هاي الفكرة ابعد عن هذا الشخص اتطلع حواليك منيح اهتم بكل اللي حواليك ما تطنش أبدا ولا أي تفصيلة الشخص الحلو اللي عم نحكي عنه يلي قلبي طيب يلي معه فلوس كتير هو جاي بالطريق فانت رح تكون ماسكو بإيديك ورجليك وهاي نصيحتي إلك مش عشان الفلوس مش عشانه غنيل لا طبعا بس لأنه قلبه صافي وحيعطيك الحب يلي انت بتستاهله طبعا برج العذرة استنوني بقراءة تفصيلية لأنه هاي قراءة عاملة ثلاث أشهر ما معقول انه تكون يعني تنشي معاكم مية بالمية استنوني بالفيديوهات التفصيلية شهرية أو أسبوعية على حسب الفضاوة طبعا أو بس كوركم تفصيلية تفصيلية